حتى لو استخدمت المنشآة الصحية لأغراض عسكرية المبادئ الخاصة بالتمييز والتناسب دائما يجب تطبيقها أمن الموظفين والمرضى وكذلك كل المرافق الطبية يجب أن تظل محمية وما يحدث مخلق جدا القانون الدولي والإنسان يجب أن يحترم منظمة الصحة العالمية لديها تواقم يعيشون في غزة لكن الكثيرين منهم نزحوا وهم يحاولون فقط أن يحموا أنفسهم وأسرهم أحد موظفين قال هذا الأسبوع إنه ليس هناك ماء شروب ليس هناك طعام ليس هناك كهرباء فقط القصف والغارات والغارات أمس تواقم دولية وصلت من أجل تنسيق عملياتنا وأنا تحدثت إلى الزملاء في غزة هذا الصباح قالوا لي إن الحاجة الملحة حاليا هي وقف إطلاق النار وإبقاء معبر رفح مفتوحا وكذلك توصيل المساعدات الإنسانية وإيصال الكهرباء والوقود حتى تستعاد خدماته الكهرباء مطلوب من أجل تحلية مياه البحر وكذلك من أجل معالجة مياه الصرف الصحي والاتصالات يجب أن تستعاد والوقود يجب أن يقدم من أجل توزيع المساعدات الإنسانية وتشغيل المستشفيات لكن دون وقود لا يمكننا أن نوصل المساعدات إلى وجهتها يوم الاثنين تلك المركبات والمعدات التي استخدمناها لإيصال المساعدات نفذ منها الوقود ومقدم الخدمات قالوا إنه بدون كهرباء ووقود فإنهم لن يتمكنوا من مواصلة العمل وفي ساعات الأولى من اليوم كان هناك شاحنة من الوقود دخلت غزة لكن إسرائيل قامت بقصر استخدامها فقط للشاحنات التي تعبر الرفاح ونحن نحتاج الوقود من أجل تشغيل مولدات المستشفيات ومشاعة الصحية ومعالجة الصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وكذلك تشغيل الاتصالات اشتركوا في القناة